فضل ابو العباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ابو العباس فضل ابو العباس أتى أحد السفهاء ظهر في حديث يريد أن ينال من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله ومن زوجته عائشة هذا أحد السفهاء جاء أحد الأخوان الصالحين واللي هو حضرتك أردت أن تدافع عن أمنا عائشة أم المؤمنين وأردت أن تحتج على هذا السفه بحديث من كتبه ومن مصادره فأتيت بحديث هذا الحديث اللي رواع عباس القمي في كتاب الأنوار البهية عندما راجعت سند أصل هذا الحديث وجدت أنه قد أخذه من كتاب بحار الأنوار المجلد السادس عشر وعندما أردت أن أبحث عن رجاله وأبحث عن سنده وجدت أن هذا الحديث مرسلا ووجدت عندما أجدت تعريف الحديث المرسل المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة هذا قول الإمام مستم في مقدمة صحيحي فأنت يا أخي يا عزيزي عندما تريد أن تحتاج على هذا السفيح على هذا اللعين الخبيث الذي يريد أن يشوي سمعة زوج النبي أليس من الأولى أن تحتاج عليه بحديث صحيح معتبر لماذا تحتاج عليه بالأحاديث المرسلة وتعلم أنها من الأحاديث الضعيفة عند أهل العلم تفضل خلاص أولا بداية بداية كلام هذا لا يقال لنا ليه لأن إحنا كأهل السنة الجماعة عندنا السند ثم المت حديث لابد أن يكون صحيح حتى نعتمد عليه وأنتم تعتمدون على ذلك خلاص ده بالنسبة لأهل السنة الجماعة أما أنتم فأنتم مختلفون أيضا أنتم مختلفون في مسألة الإسناد بل تقولون عننا عباد الإسناد بل هناك طوائف عندكم في الأثنى عشرية يرفضون الإسناد جملة وتفصيلة دي النقطة الأولى خلاص النقطة التانية صاحب الكتاب اللي هو بيت الأحزان اللي هو عباس القمي أو صاحب كتاب الأنوار البهية برضو العباس القمي عندما أورد هذه الرواية أوردها في حكاية عن السيدة خديجة فهو يرى صحة تلك الرواية وصحة كتابه فإن كانت الرواية خادشة للحياء فليس بمفهوم أهل السنة الجماعة بل بمفهوم الشيعة الإخبارية أيضا والذين لا يتخذون الإسناد دليلا بأنها صحيحة هذه النقطة النقطة الثانية النقطة الثالثة الرواية ليست بخادشة للحياء والرواية ليس فيها شيء خادش للحياء تمام والسيدة خديجة عندما تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت بأدب تكلمت بأدب وليس فيها أي شيء كما أن السيدة عائشة عندما تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت بأدب فنحن لم نأتي بالرواية لنخدش الحياء أو لنقول للناس انظروا هذه هي السيدة خديجة من يأتينا ويثبت لنا شرف السيدة خديجة والعزو بالله فرحلنا نبرق السيدة خديجة والسيدة بيمونة من ذلك ولكن أردنا أن نقول لهؤلاء السفهاء أنتم تطعنون في أم المؤمنين بأشياء موجودة في كتبكم فهؤلاء مثل أمير مثل ياسر لا يأخذون بالإسناد لا يأخذون بالإسناد وإلا فمواقعهم وأقوالهم طافحة بل يلعنون من يأخذ بالإسناد بل يقولون نحن لسنا عباد إسناد فلذلك أنا أتيتر بهذه الرواية ليس للأستاذ أبو عباس ولا لأي أصولي ولكن أنا أتيت لهذه الرواية لكي أثبت لهؤلاء الشباب أن عندكم إن قلتم أن الرواية ليست بلا سند أن الرواية بلا سند فلتأخذوا كل كتاب عباس القمي ولتلقوه أيا كان في البحر لأن الكتاب لا يعتمد على سند يعني كل كتاب بيت الأحزان وأنتم تستخدمون هذه وحتى الفيلم بتاع ياسر استخدم كتاب بيت الأحزان لعباس القمي المقن عندما يستدل على مظلومات السيدة الزهراء رضي الله عنه أرضاها بيستدل في كتاب بيت الأحزان هذا هو أمير القراشي يستدل على مظلومات الزهراء ببيت الأحزان لأن بيت الأحزان لا يتكلم عن السيدة خديجة فقط بل يتكلم عن السيدة فاطمة رضي الله عنه أرضاها وإنها جلس في الصحراء وإنها اتخذت لها خيمة وبعدت بعيد عن المدينة وإلى آخره طبعا وكل ده الكلام ده ليس عليه أي دليل فهل يا أبو العباس هذا الكتاب نأخذه ونرميه بما فيه قل لي نعم نأخذه ونرميه بما فيه لأنه ليس به إسناد أم ماذا نفعل فضل الشيخ وليد أنا ما عندي شخص مقدس لا عباس القمي ولا صاحب بحار الأنوار ولا الكافي ما عندي مقدسات كل حديث أخذ أشوف متنه أشوف هل يتعارض مع القرآن يتعارض مع الأخلاق يتعارض مع الشرق هاي وحدة ثانيا انظر إلى سنده للعلم أنا قبل سنين لا أعلم هذه الأمور كنت جاهلا كنت أي شيء يعني لو أنا قبل عشر سنوات قارئ هذا الكتاب أصدقه لأني لا أعرف ما معنى الحديث الضعيف ما معنى الحديث المرسل الحديث الموقوف الحديث الحسن ما أعرف آني ولكن الآن علمت وبدأت أدرس وأفهم فربما قبل عشر سنوات أصدق عباس القمي ولكن الآن لا عباس القمي ولا الأكبر من عباس القمي أجعله مقدسا وأخذ أحاديثه بموضع المسلمات إنما أضعه حسب الموازين التي وضعها العلماء من الرجال وصحة السند والجرح والتعديل حتى أصدق بهذا الحديث أو لا أصدق يا أخي طيب أنت حضرت الحلقة من الأول يا أبو العباس حضرت الحلقة من الأول لا والله ما حضرتها من الأول طيب قدامك الشاشة مفتوحة قدامك الشاشة مفتوحة ما عندي لا والله بس إذا تنتظرنا أقدر لطلع الشاشة ماشي اقرأ كده هتلاقي إخبارية والسيدة خديجة اقرأ كده لا العفو ما جاء إلا كنا أبحث عنها جدا عمي بالله أبو العباس أبحث عنها كده هتلاقي الحلقة نفسها مكتوب عليها وكل شوية الشريط اللي قدام يطلع وعنوان الحلقة الإخبارية والسيدة خديجة يبقى أنا كلامي موجه لمن يبقى أنا كلامي موجه لمن للأخبارية بس شكرا أميك مو أنت خبزتنا خبز الله نستعلم أنا شكرا لك أبو العباس يا شيخ وليد شيخ وليد نعم كثير كثير ترى والله يعني أنا أحترم وأحترم مرنامجك ولكن كثير من الشيعة اللي هم جيراني وأصدقائي والناس اللي عايشوا خمسة وتسعين بالمئة سبعة وتسعين بالمئة لا يبحثون لا يدققون لا ينظرون إلى السند لا ينظرون إلى شيء لا يهتمون والله العظيم أنا بقى خطابي خطابي موجه لهؤلاء وليس الأصولية وليس أحترم الأميين والجهلة كثير منهم من أساتذة الجامعة وطلبة البحوث العليا ولكنهم لا يفقهون شيئا من هذه الأمور اللي حضرتك أنت تعرفها ويعرفها أهل العلم وأشكرا جدا ربنا الهاجي شكرا لك أبو العباس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر